ودعمهم وشجع ده وشجع ده أكتر شوية ويعد على ده يشجعه ويروح ده يسلم على البتاعة أنا مرة بكت معاه بقول له أنا بعجيب ناوي أن أنت لما بتدخل المكاتب بتنزل تحت بس تروحي لرئيس المكتب وانت قاعد فوق وتسلم عليه تقول له ويقول له أنت زرت في المطبخ بيعمل كبسة بيعمل بجولة مفاجئة وبيرجع ليه بيينزل على المكاتب صغير قال له أنت عرفت منين دي قلت له نمرة واحد الناس بتقول لي نمرة اثنين الصور اللي هم حطنا لك في الجرنان مش قاعد في مكتب فخم ده أنت وراك مكتب صغير حقير معنا أن أنت فين في المدروب قاعد معه قال له والله أنت عد عكاك أنا بعملها عمدا عشان دعم الناس دي لما العدي اللي يشوفوا عدي الرئيس بتاعهم بنفسه جاي عشان يشوف كذا ده بيدي لهم الحموة أنه يعمل أحسن ولما نبص عليه وقول له آه برافو عليك ولا أقول له كلمة كده كده وإيسه نعم هتعمل عنه ودي حقيقة لأنك دعمل بن آدم صحيح عشان كده أنا بقول لابد أن ندعم الإنسان نعم والإنسان وأيضا هي فكرة الرسالة أيضا لأنه ما فيه موظف صغير وموظف كبير يعني هذا كله في مزيك بشكل المؤسسة الكبرى في المجتمع العلم دكتور كيف يمكن أنت دائما بترجع للعلم وإلى المعرفة المعرفة أولا وأخيرا كيف يمكن أن يشكل العلم اليوم أرضية حقية للمستقبل العربي طبعا هذا كلام كبير أنا قاعد أسألك إياه وإشكالية لازم تعقد لها يعني ندوات ومؤتمرات من المسؤول عن هذا الضعف اليوم؟ الضعف في هذا الموضوع في حقيقة الأمر أنه حصل عندنا لبخ ولبس في ماذا نحترم أو من نحترم إحنا كنا عيال صغرين كنا بنحترم الأستاذ أول حاجة نحترمها المدرس كنا لما نبقى وقفين في الشارع بنكلم بعض وشايفين أستاذ ماشي مش نحتني نسكت نقف ينتباه لحد ما يخلص ويمشي كده لأنه كان مدرس لأنه هو العالم المدعلم ففي حقيقة الأمر الاحترام العلم والمعرفة ده مهم جدا ليه بالنسبة ليه وأنا بأتكلم عنها أنت حقيقة صح وأنا بأتكلم عنها في كل لحظة لأنا لما بشوفها على نفسي أنا ما بدأ بفكر كده في تاريخي أنا السبب الوحيي أن أنا عملت كل اللي عملته أن أنا دائم التعلم والتعرف على الأشياء ما كنت ش أنا حيحترموني في أمريكا إلا إذا كنت أعرف أكتر منهم عرفت أكتر منهم إزاي زاكرت أكتر منهم معناها أن أنا كنت مجمع من العلم والمعرفة على الدوام لحد النهاردة أنا وإحنا بناتي الصغيرين كانوا واحدة منهم الصغيرة خالص تقول لي أنت لسه بتذاكر ليه مش أنت خطت الدرجة بتاعتك وخلاص لأننا فأنا نشوف لبذاكر يومياً لسه بدرس ليه لأننا معتقد 100% أن العلم والمعرفة هي أهم حاجة في ثقة الإنسان بنفسه نعم فإذا ما زيد سقط النفس خلاص الواحد يمكن يعمل اللي يعمله نعم ودائماً ترجع إلى فكرة الإتقان في العمل وهذا فلسفتك دكتور صحيح دكتور يمكن هذا السؤال راح نرجع له بعد هذا الفصل هل تظن أن الفساد في العالم العربي تحول إلى نمط إنتاج متكامل؟ يعني قلة من الشعوب التي تهنأ بحكومات خل نقول إلى حد ما عادلة وتهنأ بحياة رغيدة راح نرجع مع الدكتور فاروق الباز بعد قليل الفساد اللي تحول إلى نمط إنتاج متكامل في معظم الوطن العربي ماذا تقول عنه؟ موجز من الخيبة بتاعتنا بتاع الجيل بداعي لأن احنا قلنا أن نحن نجيب في الأماكن المهمة والحساسة نحط فيها أهل السقة أهل السقة يعني إيه؟ يعني أصحابي وزمائلي وبنعمي وبنخلتي والناس اللي من الحارة عندي والناس اللي من البلدنا أي كلام فأنت بتجيب حد ما لوش دخل في القصة دي وما يفهمش فيها أبداً وبتعمليه استيادة المدير نعم أهل السقة وكأنك بتلمح لحقبة معينة في تاريخ مصر حضرتك كنت مستشاراً لرئيس الراحل أنور السادات كيف تصف هذه المرحلة؟ يعني خصوصاً أنك أنت عرجت على مرحلة عبد الناصر أنا أيام رئيس عبد الناصر إحنا كنا كلنا بندعمه لأنه كان أول واحد مصري وحكم مصر وكان رجل عظيم من الجيش المصر وكان رجل كذا وعارفينه ورجل نظيفه وعمره ما سرق حاجة وعمره ما كون مال وعمره ما تبرهج وعمره كان رجل محترم جداً بس عمل حاجتين كده هم دول اللي خربوا الدنيا في العالم العربي أول واحدة أنه هو دعم فكرة أهل السقة أنه هحط في كل المكان الحساس واحد أنا ضمنه ومن اللي ضمنه زبايله صحاوه أو حد يعرفه يبقى مش أهل المعرفة يبقى أنت حتحطي لي وزير تعليم عالي ما عرفش عن أي تعليم مع عمره وارح الجمعة ده خلط كبير وحيخربها وما يعرفش يدرها ويلبخ فيها فده حضر التانية أنه في تعامله مع الخلق كان أنا متعود على أنكم تسمعوا لي أنا لما أقول حاجة تقوله تمام يا فندم لأنه كان زابد جيش والناس والجيش كلهم كم يقوله الكاريزمة اللي كانت عنده طبعا فتعودوا على كده فتعودوا أن السيد الرئيس لما يقول الكلمة اوعى حد يقوله لا ده غلط أما السادات بتعتد بهذه المرحلة أما السادات يتقلوا أي حاجة ويقول ليه ويقول طبعا إزاي طبعا نعمل إيه السادات كان يقول كده طبعا نعمل إيه يعني مثلا مرة السادات تكلمني كده وقال لي ايه فاروق هنعمل إيه في الأكاديمية البحث العلم يا فاروق قلت له يا سادات الرئيس دي لازم نقفلها خالص قال لي نقفلها نقفلها ليه قلت له لأنها نمر واحد لا هي أكاديمية ولا بتعمل بحث علم إحنا بنا نتحكى لبعض عسفة فتحين اللي إزاي قلت له عنديية واخدينها من من التحدي السوفيتي بنجيب ناس من بره كده الحكومة عبارة عن عنق زجاجة فوق أعناق الزجاجة وشرحت له إزاي وليه قال لي يا خبر إزاي ده كده شوف يا حسني ما نشوف الحكادي يتغيرت الكلام ده حسني كده على طوق هو قعد معناها أنه كان فاتح الباب لأي مجال لما يتقلوا ده غلط ويصلحوا إزاي دكتور اليوم العلم يتعلم يعني يتكلم خلينا نقول بالإنجليزية بعد أن كان يتكلم بالعربية هل يمكن للعلم أن يتكلم مرة أخرى بالعربية أم أن العرب فاتهم الزمن وأصبح هذا الكلام خلينا نقول ضرب من ضروب المستحيل لا 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 طبعا ممكن بس إحنا بس خلينا أن رب الجيل الجديد بيثقة بالنفس ونقول لهم أن الإنسان هنحترمه بقيمة علمه أو بكمية معرفته ونخليهم يرطحوا يعملوا زي ما هم عايزين معنا ذلك أنه زي ما أنا قلت بقى الأجيال القديمة دي تتنحى ونسيب الفرصة للأجيال الصغيرة حتى لو غلطه ماشي حيتعلمه من غلطه نعم دكتور نرجع للرؤسة شوية ممكن ماشي تفضل قلت ما فيش في العالم العربي من أوله لآخره رئيس دولة يفهم حقيقة ما هو العلم وكيف يفيدنا العلم الكلام لك طح ما فيش ولا رئيس لا كده هم يعني فيه بالمطلق فيه رؤساء في اللون العربية يفهموا أنه دي حاجة لازم ندعمها ودي حاجة لازم نعمل لها إنما هو بيفهم يعني إيه البحث العلمي أو عمره شاف حقيقة في حقيقة الأمر إيه وقياسها إيه وبعدين البحث لو أنا عم دعمت البحث العلمي هيحصل إيه في الاقتصاد مستقبلنا وكذا ما فيش بس في بعضهم على الأقل بيدعم البحث العلمي على الأقل في منطقة الخليج مثل؟ الخليج كله الخليج كله بدأ يبصي لأن البحث العلمي ده فيه خير وفيه دعم للاقتصاد فلازم نصلحه ولازم ندعمه ولازم نعطي فلوس النهاردة عشان ناخد منها علم بكرة فده ما حصلتش إلا في الخليج دكتور كيف ترى مستقبل النفط في الخليج؟ وأنت عالم جيولوجي الناس بتخاف من النفط وأنه حينتهي وكذا النفط أنا في نظري أننا ملقناش أكثر من تلت النفط الموجود جيولوجيا فيه أماكن عديدة لسه ما شفناها ولا حفرنا فيها ولا نعرفها وأيبقى فيه أنا في نظري من ناحية جيولوجية نعم أن هناك الكثير في منطقة الشرق الأوسط كلها في العالم العربي كله كميات يعني يمكن أكبر من لقناه مرتين نعم أحد أكبر أحلام الدكتور فاروق الباز هو بناء مركز أبحاث ضخم حول الصحراء ما أهمية مثل هذا المركز؟ وهل طرحت الفكرة على دولة ما؟ طرحتها على تقريبا كل الدول العربية مئة وعشرين دولة زي الخطبات زي خطبات أمريكا طرحتها على كثير من الدول العربية لأننا لا يوجد أي حتة عايشين فيها إلا صحراء وإزاي يبقى علماء الصحراء 2-3 في إنجلترا و5-6 في أمريكا وما فيش واحد عليه اتطلب العالم العربي يعني مصيب أننا عايشين في بيئة نفسنا علماءنا لا يفهم منها ولا عملوش الأبحاث الأساسية فيها يعني خيب احكي لدكتور عن ناسا نعم تقاليد هذا الوسط تقاليد العمل نعم أصلك التقاليد العمل هناك مختلفة السرية والأبحاث يعني فيه سرية معينة في لا ما فيش سرية في ناسا على الإطلاق السرية كانت بره ناسا السرية داخل ناسا إطلاقا كان مجموعة بتشغل على حاجة ومجموعة تانية بتشغل على حاجة يعني يعملوا سرية ما بينهم لحد ما واحد منهم يفتحوا إذا كانوا بتشغل هم الاثنين على نفس الشي بس إنما في النهاية كلنا ما بيشترتوا عليكم تكون فيه سرية في بعض الأشياء لما الحاجة اللي إحنا بنشتغل بيها مثل شو التصوير مثلا أنا كنت المسؤول عن التصوير فلما كانت بتيجي حاجات في التصوير العسكريين بيستخدموها وعايزين يقولون عليها بس مش عايزين نستخدمها بجد أو بنقول للناس عليها فكانوا يقولون لنا بس يكون عندنا الأول من قبل ما ندخل يبقى يعرفوا إن إحنا ماضيين على حاجة إن إحنا مش هنتكلم عليها في أي زمان أو مكان والحد النهاردة ما نتكلمش معهم على عليها في أي مكان ولا زمان لأنه لما لوحد حد يأمن له شيء يأمن له خلاص وما يخليه تعالي فكنا بنتطلع على بعض الأشياء اللي ما بنقولهاش لأي حد إطلاقا بس ديّا الحاجات اللي هي الناس العسكريين اللي كانوا بيشتغلوها دكتور عشت في أمريكا وتعاقب الرؤساء عليها يعني هل ثمت مواقف مع كل رئيس وكيف بتشوف كل رئيس في تاريخ أمريكا مختلفين جدا أنا من الناس اللي أفتكرهم يعني من العصرتهم كان الرئيس ريجان في الأول وده كنا بحبه أو أحترم أو التقيت أيوة وأنا التقتهم كلهم إلا أوباما أخي قضل فكان الراجل كان عنده قابلية كده لأنه يدعم الناس ويبص لهم بشكل كده مفرح